شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022 القمة تنظم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة بسم الله الرحمن الرحيم أخواني وأخواتي أصحاب السمو والمعالي والسعادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم طبعاً أنا راح أحاول أتقيد بالوقت المطلوب بي ولكن هذا الموضوع موضوع كبير موضوع شاقل العالم موضوع شاقل الأمم ولكن ما راح أتطلق إلى تفاصيله وراح أدخل إلى تفاصيل أكثر اتعيقنا من هذا الوقت ولكن اليوم أنا راح أجاوب السؤال بسؤال ومعنات هذا السؤال إذا أحنا فهمنا اليوم طريقة بناء الأوطان والأمم هل إحنا معناته فهمنا مصدر التحديات فأنا جوابي نعم اليوم في هذا الوطن وفي منطقتنا اليوم قيادتنا الرشيدة تستثمر حلها وحلالها في هذا الاتجاه تأمين التحديات تأمين الحياة الحالية وتسهيل المستقبل لنا لأننا ننسى المرحلة هذه والمنطقة هذه عاصرت الكثير من الصعوبات فلازم أخبركم ما الذي يعلمني سيدي جلالة الملك الله طول عمره وقال لنا كلمة وليست فقط موجهة إليه ولكن دائماً ما يستذكرها ودائماً ما الشباب يكونون في مقدمة أجندته ودائماً ما يقول سيدي أن الشباب نصف الحاضر وهم كل المستقبل فإذا مشينا على هذا النهج اعتمدنا أن شبابنا اليوم هو النصف هذا الحاضر اليوم أنتم تعرفون اليوم احنا شعوبنا شعوب صغيرة في السن فإحنا اليوم معظم شبابنا يشكلون تقريباً ستين بالمئة من أقل دولة عندنا اليوم في المنطقة فإحنا أعداد كبيرة تحتاج إلى قيادة تهيئ هذه الأرضية لهم ولكن أيضاً لازم أخبركم بشي لا يمكن أن نحنا نبني وطن ولا نقدر نديم وطن ولا نقدر نديم أمة وغير من التحديات هذه بدون الشباب اليوم فاعتماد قيادتنا اليوم أنتم تشوفونا كل قادتنا اليوم على رأس الهرم في اعتمادهم في هذا الملف بالذات لا علاقات دولية لا سلاح لا مال لا موارد طبيعية تبنين لهذه الأوطان فبالعكس تبنى هذه الأوطان على مؤسسين رئيسيين أعتبرها اسمحوا لي اليوم أخذكم شوية زوم آوت من التحديات اللي نحن نشوفها اليوم وتطرق إلى أعمال وأحداث جانبية قد نحن نصير مطولين في الحديث ولكن إذا فهمتوا الصورة الكبيرة اللي أنا بتطرق لها بتعرفون بعدين التشعبات منها فأنا أبني اليوم مؤسسين مهمين جداً أشوفها جواباً لهذا السؤال ما هي التحديات الحالية والمستقبلية للشباب واحد الإيمان اثنين الأمل أي أقصد الإيمان هو الحاضر والأمل هو المستقبل خلوني أضرب مثال لقدوتنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان منفرد لحاله ويفكر 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 لأنه كان عنده نوع من الإيمان بشيء إلى أن نزل عليه الوحي ونزلت الرسالة وثم استوحى هذه الرسالة من صدقه في ذاك الوقت أبو بكر الصديق شخص واحد كل اللي يحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن شخص واحد يؤمن بهذه الرسالة ومن ثم صاروا خلفاء الراشدين والصحابة وهلة وقرباء إلى أن ما بنى نحن اليوم نسميه الكميونيتي بلدين بنى هذه الحلقة القوية اللي عندهم إيمان تام في هذه الرسالة كانوا يتكلمون عن حاضرهم ومنها تشعبت وصارت الفتوحات وشفتوا دين الإسلامي وين راح من شرق إلى غرب الكرة الأرضية وتميزنا بتاريخنا تميزنا بانفتاحنا تميزنا بتعايشنا بالعلم والتطور والفنون وكلها كان كثير من الدول اللي حوالينا يشوفون ما تقوم بالدول وخاصة يعني دولة الإمارات العربية المتحدة وهي مضرب مثل وأشكركم على إتاحة الفرسالين يكون معاكم وتحدث أمامكم شرف كبير وأنا في بلادكم مملكة البحرين أيضا نقود هذا البرنامج بشكل كبير ولكن القيادة اليوم هيئت البيئة أن يكون هناك إيمان قوي في القيادة وبعدين الإيمان في الوحدة والاتحاد والتكاتف اليوم نشوف الوضع حوالينا لازم أننا نؤمن اليوم أننا نكون أقوياء متكاتفين داخليا وثم مع الجوار وثم الإيمان في النهج المعتمد الدولة النهجها يجب أن يكون مرسوخ فعلا في قلوب وأذهن الشعب وخاصة شبابها المقصود الدولة تضمن الضمان اللي هو للمال والعرض وثم ضمان التجارة وثم العدل العدل ثم العدل سيدي حضرت صاحب الجلالة كل فترة وحين يقول الحكم هو أساسها العدل وهذا هو اليوم إذا شاف الشخص صار منبثق من إيمانه إن القيادة وإن الدولة هذه مرتكزاتها فأكيد الإيمان يكون قوي أنتم تعرفون اليوم إذا تضرب الدولة نحن لا نتكلم عن ضربة عسكرية لا نتكلم عن حدث واحد معين نحن نتكلم الضربة هذه تستهدف الإيمان العدو يستهدف إيمانك دائما يبيه هز أركان هذه الدولة وهذا قصد الأول والأخير إذا اهتز أول ركن وهو الإيمان الباقي سهل الباقي تفاصيل ولكن اليوم عندنا أمثلة كثيرة اليوم الطالب مثلا عندكم يتخرج لازم يكون مؤمن لازم يكون عارف أن هدفه مرسوم أمامه يعرف أنه اليوم الحكومة ما تخلي لأي عذر أنه يتعطل وأنه يكون دربة غير واضح بالعكس اليوم مهمتنا اليوم نرسم لهم هذه الخطوط فإذن يجب علينا توضيح البيئة العادلة التنافسية المفتوحة إذا شاف هذا الشاب أن هذه الدولة اليوم توفر هذه الإمكانيات أبشركم أن إيمانه بدولته وبنفسه بيكون قوي جدا طبعا لا ننسى إيمان الجندي نفسه إيمان الجندي بنية القائد مهمة جدا وعندنا أمثلة بطولية كثيرة في هذه الأيام إيمان العدو بنفسه إيمان العدو إذا عرف أن الشعب متماسك ومتكاتف تكون صعب ما تكون بيئة حاضنة لعدوك وأيضا إذا تكلمنا في الداخل إيمان المجرم وإيمان المرتشي إذا يدري أن العقاب والردع مضمون فإذا أنت تكمل هذه الحلقة سواء كان فاعل خير في البلد أو واحد ينوي الشر هذه السر اليوم وهذه أساس النجاح في أنك أنت اليوم تبني هذه الأمة والوطن طبعا ما أقول أخيرا ولكن لازم الشخص اليوم أنت في ناية الأمر إنسان عندك طاقة عندك طموح يجب أنك أنت تشوف وجهه فيجب أن إيمانك أيضا يكون قوي في الوجهة المرسومة لك المهيئة لك أن ما هو مصيري ترى إذا أنت اشتقلت واشتقلت 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 ترى ما أنت إلا إنسان في نهاية الأمر تتعب نفسيا تتردى تتعب لكن إذا القيادة اليوم حطت الوجهة أمامك فما أعتقد أن أنت اليوم يردعك أو يردك أي مخلوق فمرة ثانية بدون هالإيمان لا يمكن أن يستثب الأمن لا يمكن أن تبنى أمه ولا يمكن أن يستقر وطن لكن سؤالي اليوم لكم أنا أعطيتكم مصدر قوة وكلامي هذا كله حطوه في أذهنكم وقارنواه في الدول للي حواليكم وبتعرفون شو اللي أقصده إذا فقد هذا العنصر الرئيسي ولكن لو ضعف الإيمان وضعف الأمل بعد فكروا فيه هذا الوقت عندكم كله أنتوا تفكرون فيه لأن هناك أمثلة كثيرة فأطالب علينا الفهم وعلينا يعني الاستماع وعلينا أيضا جعل الشباب وإيمانهم وأملهم في بلادهم وقيادتهم أولوية وطنية أنا أجيكم من منطلق أمن وطني فأقول لكم هذا مشروع التحصين الوطني كيف تحصن وطنك كيف تحصن أمتك بهذا العنصرين المهمين جداً فهذه استراتيجية نحن في أمن الوطني مشروع الحصن الحصين معناته أنت اليوم واجبك تحمي العدل والعدالة أنت اليوم واجبك الوحدة والتكاتف أنت اليوم واجبك تحمي الأفراد والجماعات وثم الحدود والموارد والمال إذن هذا السؤال الذي كان مطروح وعطوني الوقت أني أنا أتكلم أمامكم وأقول لكم وجهة نظري جوابي نعم نحن نقدر نزول هذه المخاطر نعم موجودة هذه المخاطر الحالية والمستقبلية لكن الجواب في يدنا ولله الحمد الله وهبنا قيادات موجودة نخدمها ليل نهار واعية في هذا المجال ولله الحمد قياداتنا اليوم أصبحت مضرب مثل للعالم نرى فيه البناء نرى فيه اللحمة ونرى فيه الإنجازات الكلام كثير ولكن اليوم الذي يهمناه هو الفعل الفعل فإذا التحصين ثم التحصين ثم التحصين هي نصيحتي اليوم لكم خاصة في هذا المنبر الذي أنا شكركم عليه عندي ثلاث دقائق أنا دائما أحاول أكثر وقتي فإذا أنتم رخصتوني طويل العمر إذا رخصتوني أنا أكون خالص كلامي إذا هناك أي سؤال أنا حاضر وأتشرف لجواب عليه مشكوري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر